وفقاً لما تم الاتفاق عليه في القمة الثلاثية الرئاسية بين مصر والسودان وإثيوبيا القاهرة والخرطوم وأديسة بابا حيث بيكتمع النهاردة في الخرطوم القمة كما تطلق عليها إعلامياً التساعية اللي هي بتضم وزراء الخارجية في البلدان الثلاثة وزراء الرأي في البلدان الثلاثة مدير المخابرات العامة في البلدان الثلاثة بيتاجه ويتوجه إلى الخرطوم النهاردة وزير خارجية وزير الرأي إلى الخرطوم لكي يلحق بهم بأعمال مدير المخابرات العامة المصرية ويتم عقد الاجتماع التساعي اجتماع من تسعة شخصيات فاعلة في البلدان الثلاثة للوصول إلى حل للنقاط العالقة في ضوء التوجه العام الرئاسي من الدول الثلاثة أيضاً إلى تدوير الزوايا وحل حالة الأزمة أو المشاكل الفنية العالقة بما لا يضر بمصالح الدول الثلاثة أثيوبيا تحقق البرامج التنموية وفي نفس الوقت والتوقيت الحفاظ على مكتسبات ومصالح وحقوق مصر والسدان التاريخية فيما يخص نهر النيل